بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد من قديسات في الزل أمنا حنة أم سامويل يا جوز طبعا سمعتوا فيها تأملات لأنه في جزء خاص بيها في الإنجيل وحنة دي دايما مخينا يروح ما بين حنة أم سامويل وحنة أم العدرة والاتنين الحقيقة وريبين في الشخصية بس حنة أم العدرة ما لهاش نص في الكتاب لكن هي غالبا نفس البرمجة نفس الشخصية وبالتالي كانت لنا كمان أمنا العدرة أول فضيلة جميلة في حنة أم سامويل أنها كانت عارفة تكسب جزء ويحبها رغم أنه في الزمن ده كانت الستة اللي ما تجيبش عيال يعني بسهولة كانت ممكن تفقد زوجها فواضح أنها ستة طقية وديعة خدومة فجزء فعلا بيحبها وعاوز يرياحها بأي طريقة تعالوا بصوا أول مشهد يقابلنا في صمويل الأول أول إصحار يقول حنة لم يكن لها أولاده إنما كان جزء القانة بيطلع كل سنة يعني يشيلوه المكان اللي كان فيه خيمة الاجتماع ويقدم زبيحة وكان رجل متدعي وكان عشان يراعي حنة يقول أعطاها نصيب اتنين لأنه كان يحب حنة يعني زي ايه كأن معها عيل فيبقى معها نصيب اتنين لأنه طبعا التانية كان معها عيال فبيبقى معها كذا نصيب فكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة بصوا بقى ضرتها دي كان بتغيظها طبعا في الزمن ده كان الست اللي ما تجيبس عيال وجوزها قادر يجيب عيال بيباني إن العيب عندها فالكلام بيوجع وكلكم تسمعوا إنه المرأة اليهودية عموما تتوقع أن يأتي المسيح من نسلها فكانت ممكن تحس إنها زي اللي مغضوب عليها هنا أول رسالة عاوز أقولها لكم ومنح إنه أكيد كان عندها صغر نفس لأنها حاسة إنها أقل من الستات اللي جابوا عيال بالذات كمان إنه ارتبط الفكرة دي يمكن ربنا غضبان عليه فمش جايب لي عيال وعشان كده مش عمره ما هيجي مني المسيح رغم الفكر السائد ده إنما حنة دي شخصية غلبة صغر النفس ودي حتة جميلة قوي يا ريت كل البنات والستات يتعرفوا عليها إزاي الواحد يقاوم فكر اليأس وفكر إنه مش نافع وإنه فاسل وإنه ملوش لازمة طبعا ربنا بعت لها زوج فاضل بيشجع زي ما قال القديس بول الشجع وصغر النفوس فلما لقاها مسدودة قوي بكت ولم تأكل في لحظة ضعف فقال له ألقانا رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك أما أنا خير لك من عشرة بنين طبعا الزوج هنا جميل قوي إنه بيعرف يسايس مراته ويوسيها ويحيلها ويشجعها ده دور رائع جدا بس للأسف مش موجود في بيوت كتير اللي هو يعني يحس إن مراته مسدودة وصعبان عليها ما يعودش يقول له أنا مش عاوز بقى النكد ده ومش عاوز الوش ده ونعمل لك ايه طيب لا لأ خالص ما بيجرحش عبدا ما بيلومش عبدا بالعكس بيطلعها برا المود بتاع المزاج المكتئب ده ويسألها سؤال بريء كده أنت ليه مش بتاكل حبيبتي ليه مش بتعيطي مش أنا معاكي طب مش إحنا يعني العالدي بتسيبنا وتتمشي إذن جزا كان عامل دوره بس الواقع كمان فارد نفسه عليها إنها بتروح من غير عيال كل سنة ومنظرها مش حلو نقدم نفسها وصعبان عليها وهي ست طاقين إذن أول درس إن حنة لم تستسلم لصغر النفس فتكروا المعنى ده صغر النفس فكر مؤذي يخلي الإنسان يكره اللي حواليه يغير يحقد ممكن توصله إلى نوع من الغضب على ربنا نفسه يبقى واقع في مقارنة مستمرة حنة كانت مسلمة لإرادة ربنا وفضلت بتحب ربنا وعاوز رضا ربنا قامت حنة بعدما أكلوا في شلوه وبعدما شربوا علي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس قبل ما يمشوا بقى وعند الخيمة يعني خيمة الاجتماع علي ده بيقى قاعد على كرسي كبير كده على الباب يعني بيشوف اللي داخل واللي طالع طبعا تعرفين علي الكاهن وقصص ولاده وبعد كده نعم الراجل ده في الأول كان تقيع فلقى واحدة بتبكي بحرقة وفي الزمن ده بقى بيشربه خمرة وفيه لخبطة كتير فهو افتكرها من لخبط يقول صلت إلى الرب وبكت بكاءا ونضرت ندرا وقالت يا رب الجنود ان نضرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك حد خد باله قالت كم مرة أمتك ثلاث مرات في جملة واحدة عشان دي اللي هتخلينا نفهم العدرة بتقول إيه على فكر العدرة قالت هو زي أنا أمت الرب خلي بالكو العدرة أمها سماحنة فأكيد بيتشفعوا أو بيرجعوا لحكاية القديسة حنة ما هيدي قبلهم بألف سنة أكتر من ألف سنة فأمها السنة العظيمة دي بتجيب سيرة حنة كبيرة كتير وأكيد حافظين الآية دي النظر تنظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطي للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس يبقى حنة عندها تعبير جميل كده نقلته أمينا العدرة وعلمته لنا كلنا في العهد الجديد هو زي أنا أمت الرب أنا رب عبدتك أنا خدامتك إذا نحنة مستدخلة تعترض على إرادة الله ولا تتخانق مع ربنا ولا زعلانة مع ربنا ولا بتجيب كلمة أبدا كلمة شمعنا فيشش معنى خالص يا رب أنا عبدتك أنا أمتك انظر إلى مذلتي افتكرني يا رب ما تنسانيش لو ديت أمتك يعني نسل زرع بشر أنا هرجعه لك يعارية يعني نزير للرب فالدرس التاني الجميل قوي من أمنا حنة لما الواحد يبقى مضغوط نفسيا يضلق كل مشاعره عند ربنا بس يستخدم كلمة ايه بالذات الستات أنا أمت الرب صدقوني الآية دي الجملة دي الكلمة دي ليها تأثير عجيب في الصلاة يا رب أنا عبدتك اعمل فيه اللي انت عاوز أنا انت خلقتني وانت بتحبني وشوف مصلحتي هقبل منك كل حاجة لكن إن ذكرتني ولم تنسى أمتك وأعطيت أمتك زرع بشر أنا كمان يا رب عاوز أفرر يعني الدهولة كده فالدرس الأولاني هي ست ما بتكرهش وما بتغيرش متألمة ربنا بعت لها راجل يطبي بخطير لكن لما ألمها زادت عارفة طريق الصلاة الصلاة الخاصة واتعبر عن مشاعرها بينها وبين ربنا وما تنكتش على حد ودموعها دي بينها وبين ربنا ما أقوى الأم اللي بتعرف تقفل على نفسها وتحل مشاكلها في الصلاة واتدخل ربنا في كل صغيرة وكبيرة وترمي همها كله على ربنا والمشاعر بتاعت اليأس والصغر النفس دي بتدوب خالص بروح الصلاة الجميلة وكان إذ أكثرت الصلاة يبقى دي ستة بتصلي كتير أكثرت الصلاة يعني هي مش خمس دقايق دي يمكن قعدت ساعة وساعتين بتبكي قدام ربنا وبتصارع مع الله ما هي دي بنتي يا عقوب اللي صارع مع الله تقول الليلة وعالي ولاحز فما الرجل بقى شايفها من بعيد كده مشاهم غيروا بتقول حاجات محدش سمعها لأن ما فيش حد بيصلي بحرارة في الزمن ده والحكاية بقت نشفة أوي وجفة أوي فما يعرفوش يعني الروحانية والمسكنة بالروح والكلام الحلو بتاع الكتاب المقدس الراجل افتكرها سكرانة ومدهولة كده وملخبطة فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع أن عالي ظنها سكران فقال الله عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك تصار واحدة يعني على آخرها فسيتها تعبانة جدا وده في حيثة العيد اللي كل الستات فرحانة بأيالها وهي في وضع تزلل أمام الله وبعدين واحد يتهمها التهمة دي دي لو ست من مصرية من بتوعنا كانت بقى ايه ما سكتت لهوش حرم عليك انت مش عارف اللي أنا فيه يا أخي يعني بدل ما تصليلي وتدعيلي بدل ما تسجعني انت جاي تكمل علي كان ممكن تقول لأنها كمان مجرحة خاصة وانا في خطأ من عالي مش هننكر طبعا إنما بصوا بقى الوداعة بتاعت أمنا حنة الست دي وديع عرغم إن فيه تهمة وتهمة قاسية لأنه خلاص افترض إنها سكرانة ومحطش أدنى احتمال لحاجة تاني فبيقول له انزعي خمرك عنك روح يخسلي وشك واشربيلك شوية مية وفوائي روحي كشيخة حتى ما سألتهاش انتي عاملة كده ليه فطبعا مفروض إنها تزعل قوي بصرات أجابت حنة وقالت لا يا سيدي إني امرأة حزينة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب هي بتدفع عن نفسها بأدب شديد ما خدتهاش على كرامتها ولا انفجرت في غضب ولا حوشت له الزعلة ولا قلت له طب ده أنا كنت هندره هندره مين بقى أجيبه في المجو ده أسلمه الواحد زيك بيحكم عن الناس خالص مفيش حاجة كده لخبطت جواها بنفس الوداعة اللي في طبعتها وهي زوجة جميلة مريحة لجزها وبتحتمل الضعف والضيقات اللي في حياتها بأدب شديد قالت له لا صدقني أنا مش كده عمري ما شربت خمر ولا مسكر طبعا ابنها هيبكت حطش الخمر البقه أبدا صامويل ده لأنه نزير الرب أسكب نفسي أمام الرب ده تعبير بيقولوا القدسين الكبار يعني ايه علمينها أمنا وحنة بتعمليها ازاي دي أنا بدلق نفسي قدام ربنا بطلع كل مشاعري قدامه كل أفكاري بحطها قدامه بجيب أولي وآخري كده قدامه وقوله بقى ايه رب ظبط انت كل حاجة شوف بقى واستعمل ايه بعري نفسي كده قدامه وقوله أنا تعبان قوي وانت الطبيب الشاشي أسكب نفسي أمام الرب وبعدين لا تحسب أمتك أمتك تاني يا أمنا حنة أمتك للراجل ده اللي ظلمك أمتك أنا أمت الرب وأمت وكلا الله كمان ده وكيل الله لسه بتحترمي عالي كاهن بعد السمعة وبعد القسوة بتاعته معاك لا 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 ده رجل الله شوفوا بقى النقاوة بتاعتها والطيبة والعين البسيطة لا تحسب أمتك ابنة بليعال أنا مش شريرة لا أنا ما عملش الحاجات دي أبدا لأني من قسرت قربتي وغيزي تأكلمت إلى الآن غيزي هنا يعني وجع قلبي أنا صدقني مأهورا وعلى آخري فيعني كنت بصلي بحرقة مش أكتر من كده وبتبرر نفسها وتقوله أمتك احنا سمعنا أمتك للمرة الرابع ها عشان نفتكر هو زي أنا أمت الرب عرفته بقى أصلها إيه صمويل الأول صح واحد أمت الرب وأمتك كمان وخدمتك وتلاقي العدرة بتقولي يوسف النجار يمكن أنا أمتك يعني إيه اللي تشوفه بتقول حاضر على طول إيه ما جدتها كبير قوي دي حين اللي شبه أمها دي علمتها يعني إيه تبقى خاضعة فهنا بتتكلم بأدب شديد مع رجل الله رغم أنه ظلمه طبعا دا يكشف لنا عن وداعة مش سهل وجودها أبدا بس إت دي وديعة متوضعة جدا ترمي حملها على ربنا تسكب نفسها أمام الرب تعرف تفضي مشاعرها كويس قوي ما بتحكيش ما بتبرطمش ما بتكترش في الكلام كله يخلص مع ربنا مع الناس الدنيا حل فأجاب عالي وقال طبعا عالي حسن غلط غلطة كبيرة اذهبي وإله إسرائيل يعطيك سؤالك كسف على روحه طبعا الذي سألتيه من الأدنى فقالت لتجد جارية أمتك للمرة الخامسة لتجد أمتك نعمة فأنيك يعني ادقي لي اقبلني وصلي لي باركني يا ابونا رغم أن هنا ظلمها ثم مضت المرأة في طريقة وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرة قادي فضيلة أخرى بقى بقى الستة دي بتعلمنا الصلاة والصلاة في صمت وأنها ما تشكيش لبشر ما تشكي للمزبح أو تشكي ربنا بس والخضوع لجزها وأنها الغيرة ما دخلتش قلبها رغم أن التانية بتغزها والظروف متعبة عليها لكن عارفة تعالج روح حبر روحانية حقيقية وبعدين لما بتسمع كلمة مهينة بتفوت بسهولة قوي بيصعبش عليها نفسها ومتمسكة بكلمة أمت الرب قبل من ربنا كل حاجة بعدين بتوعد ربنا أنه اللي الدهول هترجعه له يعني سعاوزة تفرح زي أي أمه وخلاص لستة قوية قوي عاوزة تدي ولادها الربنا من البداية مشان كده الصمويل ده تدع راجل عظيم جدا وبعدين دي لقي بقى فضيلة أخرى لم يكن وجهها بعد مغيرا أشطر واحدة فيكم تدخل تصلي ما تطلعش غير لما وشها هيتعدل لما أغزها يعمل وإحنا كمان ندخل نصلي يكون الواحد وشه ملخبط يدخل لازم يطلع وشه معدول مرة واحد بيسألني يقول لي إيه بكعابة الوجه يصلح القلب قلت له لا أعمل معروف ده ده جوه بينك وبين ربنا يستحمل وشك ده إنما زنبهم الناس لأ بكعابة الوجه دي بينك وبين ربنا خلي وشك كئيب بس ده قدام ربنا بس لغاية ما تطلع الكعابة كلها وربنا يحتمل تطلع للناس لا يعود وكك مغيرا صدقوني كل اللي وشوهم كئيب قلة صلا ما صلوش كفاية ما طلعوش المشاعر كفاية ما دلقوش قدام ربنا إنك دل جوه لو قعدوا قعدتهم مظبوط وسكبت نفسها أمام الرب لن يعود وجهها مغيرا عرفنا ليه في ناس كتير مكشرة ما بيدوش للصلاة كفاية ما بيكملوش الصلاة الأخيرة هتطلع ليه من الصلاة وانت الآن ما تخليك جوه الصلاة ليه وانت لسه أحيران ومكتئب لا لا قعد جوه الصلاة خليك في حضرة ربنا لغاية ما تخلص الجلسة كأنها جلسة كيماوي كده جلسة علاج نفسي وروحي وطبيعي وكل الجلسات اللي تسمعوا عنها لم يعود وجهها مغيرا عارفين ليه بقى المعنى ده لأنه عندها ثقة إنه ربنا هيسمعني أنا بتعجب منك يا أمنا حن أنت صدقت الراجل ده اللي سمعته مش حلوة واللي ظلمك خدت جملة منه على إنه خلاص كده هجيب لك عيل أنا بتعجب منك لولا بس المسيح لما شرح لنا وفهمنا من يقبل النبي باسم نبي فأجر نبي يأخص هي تعاملت مع عالك كهن كأنه نبي رغم أخطاء فادعالها إنها هيجيلها عيل خدت الكلمة وفرحت إيه البساطة دي أنت بتتعاملي مع واحد بيقولوا عليه كلام السحيل وكمان خبطك وكلمتين ناشفين قوي واتهمك بالسكر لكن أنت عارفة إن ده بتع ربنا ودعالك خلاص حسب إيمانك كيف أنت يا بختك يا بختك لأنها صدقت اللي تقلها طوبة للتي آمنت أن يتم ما قيلها من عند الرب ما هي دي برضو تاني بقول الأيقونة كانت زي مثل أعلى لأمنا العدرة عشان كده لما تسمعوا صلاتها تحسوا إن العدرة واخد من أمنا حنة دي حنة الأديمة أوي دي دي كانت أم تانية للعدرة لأن عادة لما حد بيسمي الإسم على قديس بيبقى القديس ده رايب لقلبه أوي فكانوا يتسموا على أسماء يعني مثلا زكريا أبو يحنم هم تسمي على النبي زكريا زكريا النبي ده قبليه بخمسمائة سنة وهكذا قديسين كتاء يحنى للحبيب غالبا متسمي على يحنى المعمدان مثلا إذن القديسين بياخدوا ألقاب وأسماء بعض عشان زي ما احنا دلوقتي أولادنا يتسموا على أسماء قديسين فتلاقي أي طفل واخد اسم قديس خلاص دماغه رايحة للقديس ده بيبقى مثلا أعلى غصب عنه عشان كده نتمنى يبقى أولادنا دايما شايلين أسماء حلوة زكت لم يكن وجهها بعض مغيان إذن انتصرت على حزنها انتصرت على يعني النكد والوجع والكآبة انتصرت على الشاك وصدقت وروحت وعندها ثقة أن ربنا مش هيخزيل بعد كده أنتوا عارفين طبعا دارت سنة حبلت وجابت صمويل جزء الله يلا بقلت لا لا مش هطلع أنا متفقى مع ربنا أنا يوم ما أطلع الهيكل أو الخيمة اللي فشلو دي هسيب له صمويل فلما يقف على رجلين أنا متفقى مع ربنا روح انت بصوا بقى الست اللي متفقى مع ربنا كم واحدة فيكم بتعرف تتفق مع ربنا على اتفاقه وبالبساطة دي أنا متفقى معه بصوا فكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صمويل قائلة لأني من الرب سألته سعد الرجل ألقانا وجميع بيته ليسبح للرب الزبيحة السنوية وندره لكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها متفوطم الصبي آتي بي ليترأى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد فقال لها ألقانا رجلها أمالي ما يحسن في عينك خلاص ده أنا مقدرش أدخل في اتفاق بينك وبين ربنا قالت له لما يروح يروح وقف على رجلي وياخد ربنا على طول مني إذن هي مش مستخسرة روح لا هي متفقى أنا هروح لك يا رب والولد هزبو لك في الهيكل بس يكون تفطم أمكسي حتى تفطمي إنما الرب يقيم كلامه فمكست المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته وبعدين لما فطمته وصعدت كان عالي لسه موجود بقى فرحت له قالت له إيه أسألك يا سيدي حيا هي نفسك يا سيدي يا سيدي يا سيدي اللي هي أمتك أنا مرأة التي وقفت لديك هنا تصلي للرب لأجل هذا الصبي وبتساور عليه صليت فأعطاني الرب سؤال الذي سألته من لدنا وأنا أيضا قد أعرته كلمة عارية في العرب القديم معناها بيبقى إعارة إعارة يعرفين يعني إيه؟ يعني خده رب وخليه بتاعك خلاص أعرته للرب جميع أيام حياته هو عارية للرب وسجد هناك للرب شوفوا تخيلوا طفل تلات أربع سنين بيسجد للرب وهيدخل اللي هي حياة العدرة بعد كده نفس القصة بالزبط تعالوا بقى نرجع تاني لحنة يا حنة هتقدري تسيبي صمويل هيهون عليك ابنك ما تشوفيهش غير مرة في السنة ويوم في السنة ولا يومين هتحتملي الطفل اللي استنتيه السنين الطويلة دي كلها يروح منك كده هتستحمليها إزاي يا بنتي طب قولي لما يجي اتنين تلاتة بعد كده نبقى نديله واحد أنا اتفقت مع ربنا إيه جبروت الست دي إيه قلبها اللي قادرة تسيب ابنها في الهكل وتقعد سنة صح يا نايمة متخيلة لكن حرمة نفسها مني أنا اتفقت مع ربنا يا ما وعدنا ربنا وخلفنا يا ما اتفقنا مع ربنا وملتزمناش وكانت اتفاقات أسهل من كده قوي في التنفيذ لكن دي ست بتدي ابنها لربنا وبتحرم نفسها منه هتطلع تشوفه بس كل سنة عشان الجلبية تطول شوية ببناء كل ما يطول شوية تعمله جلبية كل سنة عشان ايه تكفيه السنة اللي بعدها هدي كل اللي بتعمله مع صمويل لغاية ما هي تروح السنة كم واحدة بتلتزم بوعودها مع ربنا كم واحدة بتقدر تدي عيالها لربنا تديهم بهذه الدرجة دي قاربت مستوى ابونا ابراهيم اللي قدم اسحاء زبيح وطبعا حنة تانية بتاعتنا بقى أم العدر عملت نفس الكلام تشبههم بحنة دي سابت مريم الطفلة في الهيكل اللي طلعت أمنا مريم العزرة اتصور بقى لو واحدة هتعمل كده زي واحدة مثلا جايبة بنتها ولا ابنها الدير وخلاص هتطراب وهتطراب ايه تلاتة وعشرين سنة مثلا مناحة بقى وتقض ايه مكتئبة بالسهور وعاوزة كل اسبوع تروح لبنتها في الدير انما تصوروا ان حنة بتسيب صامويل وهو طفل وفرحانة صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب فرحانة انت ست مجنونة انت هتبعدي عن ابنك اغلى ما عندك وما عندكش غير الغد الوقت فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على أعداء الصياطين اللي كانوا بيغزوني ابتهكتوا بخلاصة العدرة نقلة جملة يبتهك قلبي بخلاصك كلمة العدرة متخدة من حنة صامويل اول اتاني اصحاها ليس قدوس مثل الرب ليس غيرك ليس صخرة مثل الهنا لا تكسروا الكلام العالي المستعلي والتبرح وقاح من افواكم الرب اله عليم بيتوزن الاعمال نص الجملة اللي جاية دي السباعة اجروا انفسهم بالخبز والجياع استكفوا حد خباله العدرة نفس الجملة انزل الاعزاء عن الكراسي رفع المتواضعين ازبع الجياع خيرات وصرف الاغمياء فارغين المعنى هو نفسه اللي قالته حنة في التسباحة بتاعته حتى ان العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذا بولد يعني ربنا يعدل الموازين كده يطلع الواقع او الفوق واللي كان فوق ده ينزل لتحت عشان ربنا بيحب التواضع الرب يميت ويحيي يغبط الى الهاوية ويصد عارفين النص ده ابن اقراء امتى في الكنيسة؟ ليلة ابو غلام سيس ضمن الصلوات المختارة في الليلة دي عشان التعبير بتاع يميت ويحيي يهبط الى الهاوية ويصعد ما هو في ليلة ابو غلام سيس بنفتكر نزل الى الجحيم واخرج ارواح الابرار وده احتفالنا بالقيامة ما حالنا دي زي اللي ماتت وقامت فطبعا ديئة سطعم الايامة الرب يفقر ويغني يفقر ويغني يضع ويرفع يقيم المسكين من التراب يرفع البائس من المزبلة للجلوس مع الشرفاء تسبحة رائعة جدا نقلت منها أمينا العذرة تسبحة يبقى كتحافظك اللي هم حنة انا بس عاوزة ارجع وقال لك وحنة بتسيب ابنها وهي بتسبح مش وهي حزينة وبكية ومناكدة على جزها ومتعذبة ومتقطعة من جواها خلاص يا رب انت ده ابنك أنا طولي بقى ابني ابنك لو كل أم بتعمد عيالها وتقول له رب خلاص ده تبقى تبعك أنا هربهولك لكن انت انت بو خلاص يا رب أنا أمه كده وكده دلوقتي كنيسة هي اللي بقت أمه ده بقى ابنك ربهولك على مزاجك انت مش على مزاجي أنا سمويل طلع ابن الصلاة لأنه أمه علمته الصلاة من صوره وابن الخضوع لأنه أمه دي صاحبة كلمة ايه أمت الرب أمت الرب أمت الرب فسمويل باين في حياته حكتين صلاة دائمة وخضوع دائم لله صدقوني دي بركات أمه دي تربية أمه حنة القديسة العظيمة اللي بدأت حياتها بالوجع وصغر النفس طلعت لنا سمويل من أعظم أنبياء العهد الأديم موسى وهرون بين كهنتي سمويل بين الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمهم سمويل اسم كبير أوي لكن مامة سمويل كبيرة أوي كمان الأمهات بيصنعنا قديسات وفي قديسة في الضل يمكن ننسى سمويل خد شغل كتير بعد كده شوفناه بقى هو بيتلمز شاول وبيتلمز داود وبيحمل معجزات سمويل وربنا بيكلم معها طول الوقت من صغره وشايفين سمويل دي حاجة كبيرة أوي بس أمه في الضل نسينها السيستة دي هي اللي طلعت هذا القديسة العظيم لإلهنا كل مجدو كرام الأبد ترجمة نانسي قنقر